ازايكم يا احلى جمهور حكاية هنا قناتنا بتارد كل انواع للحكايات والروايات بشكل مختلف وكمان بنقول اللي عنده قصة او مشكلة بنعرضها له في شكل درامي على القناة وقبل ما نبدأ حكايتنا ياريت تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان احنا بنكبر بيكم ويلا بينا نبدأ حكايتنا في قناة حكاية هنا احباب طوصة عدية لا تكن كشجرة اوراقها في مهاب ريح عابرة بل كن كصخرة سابتة بلا جزور ورحيل قاعدة في قضيتها بعد ما وجد طلع هوا ونعمة شايتهم وعدت تفكر في زيارتها للسعيد واللي حصل هناك ونرجع في لاشباك وبعد ما الدوانية خلصت رحيل وفريدة قاعدين في الاستراحة بتكلموا عن اللي حصل في الدوانية مش مصدقين اللي حصل لحد دلوقتي شفتي يا رحيل الناس هنا ازاي؟ ايه رأيك لما ترجعي القاهرة تكتب عنهم في الجريدة اللي انت شغالة فيها انا لسه مبتدأة في الجريدة يا فريدة وفي اول الطريق مستحيل يوافقه ان انا اعمل موضوع كبير زي ده وهيخله حد تاني يعمله ويروح علي بس بجد اللي بيحصل هنا ده ولا فيلم من الافلام شفت الناس اتحانت ازاي لمهيب؟ ده ازاي؟ وكانت بتحترمه قوي لأول بنت اللي جاب لها حقها هيخلي شباب البلد كلها يتقدموا لها بجد حاجة جنن بس ايه رأيك يا رحيل؟ ده شكله مز قوي وهو لبس الجلبية وعليها البتاع اللي ما عرفش اسمها ايه ده؟ وانا عايزة من ده يا ستي انا مليش دعوة انت بتقولي ايه يا فريدة؟ هو ايه اللي انت عايزاه؟ هو لعبة هجبها لك من الملاهي اتفها؟ ما انت منتش شايفة مز ازاي؟ وبصراحة كان شكله يجنن ولا شكلك انت يا لئيمة اللي عينك منه؟ العم هند دخلت في نفس اللحظة لانهم كانوا سايبين الباب مفتوح هو مين ده اللي عينك مني؟ وانا نجيبهولك لحد عنديك يكونش شفت حد من البلد عجبك؟ وانتو راجعين من الضوانية؟ لا خالص يا عم ده احنا كنا بنهزر انا وفريدة وما فيش حاجة من الكلام ده عايزة اسألك سؤال يا عم اسأل يا بتي هو ليه الراجل الكبير اللي كان بيتكلم لما ابوهيب قعد على الكرسي كان بيقول حفيد الفرعنة والملوك والكلام ده انا مش فهم حاجة هو انتو فرعنة ومتنكرين؟ يوي خيبك يا بتي متنكرين كيف يعني؟ لا كل ما هناك اني دي حكاية جديمة جوي ورحله فريدة في صوت واحد احكي لنا يا عم احكي لنا يا عم زمان جوي ايام الفرعنة والملوك بتوع زمان كانوا جدودنا عايشين وقتها وكانوا حراس من حراس الفرعنة وكمان رجالة الكيش بتاعته وحصل مؤامرة من الكهنة علشان يقتلوا الفرعون ولما ما قتلهوش اتهموا جدي ان هما اللي وراموا حاولة القتل دي وقدروا يقصروا على الفرعون ففضل يقتل في جدودي لحد ما هربهم وجوم هنه وص الصحرة وباجوا جبيلة صغيرة وفضلوا مستخبين سنين حد ما الفرعون مات بس بعد ما مات اتعودوا على العيشة هنه وباجوا كتير وخلفوا عاشوا وتربت الأجيال من بعدهم هنه ما يغرقش البلد دي لا البلد دي قدلها يامي وبنوها جدودي من أيام الفرعنة وتحت الصحرة دي في بيوت وحاجات يامة وخافها تراب الصحرة واو يا امة طب انا ليه عندك طلب لوب يا بيت يا رحيل انت ضفتنا وطلبتك واجب ننفذها من عينينا عايزك تحكي لي يا امة كل حاجة تخص بلدكم دي انا مش متصورة ان في بلد كده في الدنيا وفي ناس كده من احفاد الفرعنة وسيد الناس وسرديب وقدر فرعوني وحاجات كده اول مرة اسمع عنها في الحقيقة بس كده يا بنتي من عيني الاثنان بس دلوك معاد الغداء تحب شيعلكوا الغداء هنا مع الحريم والتي يجوا معايا نتغدى في بيت العيلة اللي جارنا هنا بيت العيلة دي يا عامة اللي تحته السردان ايوة يا بيت ورحيل وفريدة اللي اتنين اموا وقفوا لا احنا هنروح بيت العيلة ونتغدى علشان نشوفه من جوه والعمة هند اخدت فريدة ورحيل ورحوا بيت العيلة ودخلوا وقعدوا على الصفرة وبعد ما الاكلت حط واحدة من الحريم دخلت لباب قوضة وخبطت وطلع منها مهيب ومشى ناحية الصفرة والعمة اول ما شافت مهيب وقفت فرحيل وفريدة استغربوا من فعلها عبو الله يا عمتي ده انت في مجام امي ما تجموا ليش تاني وخلي الحريم ما فيش واحدة تحني راسها جدامي دول شغالين هناك مش عبيد وانا هقول لأهل البلد كلتهم افيش حني راس تاني جدامي الله في سماء ما تعملك ده لابقى عمتك ولا عرفك انت ما شفتش حالك تفي الدوانية النهاردة كنت كيف في الاسد وقف وسط الرجالة فكرتني بجدك المرحوم ابو فخر الدين الله يرحمه ودعلكتو ايه يا بانهم احنا راسهم لي ده العهد يا ولدي وكبير اهل البلد ملزمين بيه وكل اللي سبقوك واللي هيجي بعدك من بعد عمر طويل ان شاء الله استاذ مهيب كنا عايزين نشكرك انا واختي فريدة على اللي حضرتك عملته معنا مبارح وما جاتش فرصة نقول لك شكرا على انقاذك لنا وكمان على ضيافتنا عندكم هنا انا ما عملتش غير الواجب والاصول يا استاذ واي رادي المكاني كان هيعملك ده العامة بتقول ان البنزيم هيجي بعد يومين ابو احنا هنعمل ايه كل ده انتم ضيوفنا واهل البلد كلتهم هيشلوكم جوه جوه عنيهم يعني حابين تجعلوا في الدار براحتكم زي ما تحبهم عايزين تخرجوا وتتماشوا في البلد برضو براحتكم انتم ضيوفنا مش مساجين يا استاذ مهيب الحقيقة العامة قامت بالواجب وضيفتنا كويس قوي مبسوطين ان احنا عرفناها وطبعا عرفنا حضرتك تسلم يا بتي ان ما شال تكوش الارض تشلكم عينينا ايوة صح يا مهيب شوف لك حل اما شميل من الصبح عمالة حمم الحصان وتاكل الكام ديب اللي في الاقفاص ورا الدار واتحيلنا عليها ما تعملش حاجة كانتها تضربنا بالعصايا وكانتها تضربني يعني كمان لما قربت منيها علشان اخليها ترتاح ومهيب بدح معلش يا عامة تستهلو هو في حد عاجل يقرب من شميل ويقول لها لا على حاجة بتعملها انا نفسي ما قدرش اقول لها لا وابو يا الله رحمه قلي شميل دي راسي الحكمة وتسمع نصيحتها في اي حاجة تقولها ايوة يا سيدنا بس دي خلاص جربت على التسعين سنة واكتر وسبحان الله عليها صحة عفية كفي الفرسة الشردة بس بقى يا عامة هتجيبي اجل شمائلك دي ربنا يديها الصحة انا عارف هي ما بتبطلش حركة لحد ما هتموت سيبوها على كفة ومحدش يضيجها على اي حاجة اي عايزاها لو عورت حد في الحريم انا مش هتدخل وانا قلتها امرك يا سيدنا برضك يا عامة مصممة تقول لي اللي زيهم اللي يسر عليك كل يسر علي وان ما كنتش انا كبرك من يكبرك يا ولدي انت دلوك كبيرنا وسيدنا وتجرسنا كمان الحمد لله انا هجوم الف في البلد شوي واتطمن على الناس لو محتاجين حاجة ورحيل بتسرع ينفع نيجي معاك مهيب وقف وبصلها وراحت العامة ردت خلاص يا سيدنا رح انتبقى الف سلامة وناخد الضيوف مكان ما يعوزه ومهيب خرج وفريدة فضلت تضحك على منظر رحيل لما مهيب بصلها وسكت انا اسفة يا عامة ما كنتش اقصد حاجة ده هو السؤال اللي طلع مني كده التلقائية من غير مقصد والله عارفة يا بنتي وسي مهيب ما يزعلش انتم مصروا يعني عوايدكم غير عوايدنا هي مين يا عامة الست شمائل دي اللي مهيب بيعمل لها حساب ده حكايتها طويلة جاوية يا بنتي دول بيخوفوا بها العيال وهم صغيرين والحريم كانت تخاف على رجالتها منيها ما تخليهمش يخرجوا في الليل لا تقتلهم ليه يعني يا عامة هي عملت ايه الكل ده جتلت رجالة يا عامة يا مامة يعني ستة اتلت قتلة وقتلت رجالة كتير وبتقولها عادي كده انت في السعيد يا بنتي مش اي سعيد انت في بلد السلطان ارض الرجال علشان يحترموك لازم تكون جاوية وصلبة كيف الصاخ والكل هنيه بيحترم شمائل وبيجدرها هو ينفع يا عامة تحكي لنا حكايتها لو ينفع يعني هحكي لك يا بنتي بس ده حكاية جديمة جاوية حصلت جاب لمانا تولد اصلا تعرف شمائل دي كانت بيسميها ايه ايه يا عامة اقولي ان الدهة اللي بتخطف الرجالة وتغرجهم في الترع زمن جوي من سنين في بلد تانية قبل ما نتولد عاشة شمائل معاها بنتها اللي اتنين بعد جوزها وما مات والبنتة الصغيرة كانت بتشتغل في اراضي به كبيرة وتجن المحاصيل مع الانفار علشان تصرف على بنتتها وكانوا بيجبولها لحمة ساعة الظهر تسند بيها روحها وفي يوم رجعت لجت بنتها غرجانين في دمهم الهام بتسحف على الارض واخدت التليفون واتصلت بعصام بتصرف الحاجني يا عصام حيموتوني وعلى معصام لبس هدومه ونزل جاري وحسين سأله قاله في ايه مش وقته تعال معايا بسرعة حنازلين البلد اختك شكلها بتموت والطول الطريق حسين وعصام عمالين يتصلوا بإلهام لكن تليفونها تقفل وعرفوا ان إلهام راحت المستشفى وحالتها خطر وهناك عرفوا من الدكاترة ان إلهام كانت حامل في شهرها الأول وما كانتش تعرف ونتيجة الضرب على بطنها وضهرها الجنين مال وهي في العمليات وبيشلولها الرحم وعصام عرف ان الحاجة صباحية اللي وراء الموضوع ده العمدة مشى وخاف لعصام يروح يعمل في الحاجة صباح حاجة وعصام قام من المستشفى وبيفكر في إلهام وفجودها في بيت العمدة وانه كان مقبرها يخليها قاعدة معاها علشان الناس ما تلومش عليها ونرجع في لاشبك إلهام عادة فقضتها لما كانت غضبانة مع جلال وعصام قاعد بتكلم معها ينفع تحدث معاك شوية إلهام فضل يا أخوي انت تعمر مالك بجا يا إلهام العمدة قال ان جازك تعالج وبجازين ايه اللي يخليك ما لدياش ترجعي صراحك ده وجسما بالله ما في حرف هتقولي هيطلع لابوي الحج نعمال إلهام حجت لعصام على كل حاجة سمعتها في بيت العمدة بين الجلال والعمدة وإنها قبل كده سمعتهم بيتكلموا مع كرم وإنه شغال معهم برضو بص يا إلهام انت عارف العذاوة اللي بيننا وبين كرم واللي بيحصل لنا بسببه ومش بعيد يكون العمدة مصلحي معاه اللي بيعملوا فينا طالما شرك في الشغل العفش ده أنا رأي انك ترجعي وتنجليلي الأخبار أول بول وتاكل عجلي جوزك خليه زي الخاتم في صباعي ويقول لك على كل أسراره شغل العفش ده أنا ما بتجهوش يا أخويا بس اللي تشوفه وتقول عليه صف على رجبتي لا أنا ما أخصبكيش لو مش رايده بلاش يا أختي خليكي جاعدة هنا معززة مكرمة في دربوكي لا يا عصام أنا هعملك ده وربنا يقدرني وخلص الناس من شر العمد وجلال ولده خلاص يا أختي أبوكي هيجي يتحدث معاك عشان ترجع الجلال توافقيه وجليله اللي تشوفه ونرجع بك عصام فأمن ذكرياته على صوت الدكتور بيقول لهم البقاء لله أختكم توفت يا ترى عصام هيعمل إيه في العمدة وصباح انتظرونا ويا ريت ألاقي التفاعل كويس لأن التفاعل مش عاجبني انتظرونا وكده خلصت حكايتنا النهاردة ويا ريت تقولوا توقعاتكم وما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان احنا بنكبر بيكم وليكم وتقولوا اي رأيكم في قناتنا سلام